يوم القيامة تأتي الأعمال موازين الأعمال فكلما كملت الصلاة وكثوة أجرها كلما ثقل ميزانها فأنت احتسب هذا الأمر أرجو أن تكون هذه الصلاة ذخراً لي عند الله تبارك وتعالى فتحرص عليها تحرص أن تكون لك هذه الصلاة ذخراً عند الله تبارك وتفعب عليها حتى تزيد حسناتك والخامس عكسه وهو الخوف الخوف أن ترد عليك هذه الصلاة كم واحد بواحد الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله بسم الله خلصت الصلاة ما يدري شنو صلى ولا يدري ماذا قرأ ولا يدري ماذا قرأ الإمام ولا يدري صلى ثلاثاً أو أربع أو أربعاً على ماذا فالإنسان لابد أن يستشعر الخوف من أن ترد عليها هذه الصلاة ترفع إلى السماء فيقال مرفوضة أعيدوها إلى صاحبها يقول بعض أهلهم فيضرب بها وجهه ما هذه الصلاة الله ليس محتاجاً لعباداتنا ليس محتاجاً لصلاتنا ولكن يحب أن يعبد